طيب سيادتك يا دكتور ذكرت منذ قليل أو فرقت ما بين أمرين في الحج القبول والصحة القبول هذه مساحة ربانية بيد الله سبحانه وتعالى لا نعرفها يقبل أو لا يقبل كيف أتأكد من السلامة هنا سلامة ما قمت به من شعر صحيح كما قلنا السلامة والصحة أن يكون موافقا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي إذن إذا وافق العمل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا صحيحا وهنا يأتي دور الفقهاء الذين يبينون الصحة وعدمها والشروط والواجبات والسنن والهيئات يعني إذا فعل كذا فالعمل صحيح وإذا نسي كذا فالعمل صحيح ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رخص في عمل من الأعمال أكثر ما رخص في الحج يا رسول الله فعلت كذا قل افعل ولا حرك يسر يسره شوف إحنا عندنا قاعدة شرعية تقول المشقة تجلب التسير يعني حين يكون العمل شاقا يأتي معه التسير الصيام في الحر يرخص لك الفطر إذا خفت الهلكة إذا الصلاة وأنت مريض مشقة تجلب التسير تصلي وانت قاعد تصلي وانت نايم تصلي بعينك تصلي بقلبك إذا لم يستطع الصلاة بعينه يجري أعمال الصلاة على قلبه يعني يتخيل أنه بيصلي فأي تسير بعد هذا الحج مشقة إذن لا يشق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وإنما افعل ولا حرق الحج عرفة والوقوف بعرفة كما قال الفقهاء يتحقق بلحظة يعني إذا رحت وقفت لحظة انتهى الموضوع أنا وقفت هو الركن الأعظم الأعظم في الحجم ويقول عرفة كلها موقف لا تتزحم ولا كلها موقف إذن كلما كان العمل شاقا جلب معه التسير وإن الله لا يجمع على العبد عسرين وإنما يجمع على العسر يسرين جميل إذن نحن في حاجة إلى مراجعة أنفسنا لأنه إذا كان الدين بهذا اليسر وبهذا الجمال وبهذه الرحمة فأي شيء يمنعنا من الإخلاص لله في القول والعمل أنت ممكن يعني ولذلك الحجاك صنفان صنف يقال له بورك حجك وقبل وسعيك مبرور وحجك مبرور والتاني يقول مالك من حرام فأنا يستجاب لك إذن الفرق المشقة واحدة لده ولده اللي راح حج من حرام زي اللي راح حج من حلال اللي اتنين عملوا نفس المناسك طب إنت تعبت خليها من حلال عشان تقبل برضو بقولي الكلام ده وده لأنه الموضوع إذا كان واحد فإحنا نستفيد به في حياتنا في كل شيء أنا بقول لمن قدر عليهم رزقهم أنك قد تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنت على الطاعة ما يبقاش أنت يعني مقدور عليك رزقك وفي نفس الوقت بعيد عن ربنا طب أغرب علشان يقبل منك أيصر عمل وقد يبتلى الإنسان بالغنى لأنه في صبر على الحرمان وصبر على العطاء الصبر على العطاء أن تؤدي حق الله في النعمة التي معك لأنه أنا ممكن يكون معايا فلوس جدا كتير جدا ومصبورش عليها أنها تصرف في حرام والعياذ بالله لكن لما أصرفها في حلال وروحها حج وأذهب إلى الحج على قدر استطاعات المادية يقولوا أفرض أن الواحد يقدر أنه هو يروح يحج بس لازم يركب الطيارة درجة أولى ما يقدرش يقعد في كرسي دي لازم يقعد هناك خمس نجوم ما يقدرش يقعد في الشمس طيب هو الفلوس اللي معاك كفي أنه يركب كرسي قد كده ويقعد في حده يقوله ده من عدم الاستطاع شوف تأسير ربنا سبحانه وتعالى وهو في كل هذا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ربنا يتقبل صالح الأعمال من كل ضيوف الرحمن ويعودوا بسلامة الله يا رب كده إلى أوطانهم